لا تزال ظاهرة الإسلاموفوبيا تتوسع في القارة الأوروبية مع ازدياد الهجمات التي ينفذها أشخاص ليس لهم علاقة بالدين الإسلامي من قريبا ولا من بعيد وأحدث ما يدل على ذلك استطلاع لرأي أجريا في سويسرا ليظهر رفض مواطني هذه الدولة الاعتراف بدين الإسلامي على أنه أحد الديانات الرسمية للبلاد بعد المسيحية أظهرت نتائج الاستطلاع أن 61% رفضوا وجوب الاعتراف بدين الإسلام على أنه دين رسمي في البلاد وأن يكون على المستوى ذاته مع المسيحية واليهودية في سويسرا وأنه لا مكان له في البلاد الاستطلاع تعارض مع تصريحات من بعض المسؤولين السويسريين حيث قال رئيس الحزب الاشتراكي كريستيان لوفرا إن الاعتراف الرسمي بالإسلام سيحول دون تدريب الأئمة من قبل الدول الأجنبية المتشددة وتعيش سويسرا في الفترة الأخيرة نقاشات حادة على المستوى الشعبي حول البرقع والرموز الدينية للنساء والأغذية الحلال وفي هذا مؤشر واضح على معادات الإسلام والأجانب بشكل عام في هذه البلاد وقد كشفت اللجنة الفدرالية لمحاربة العنصرية في تقريرها السنوية في بداية شهر يونيو المنصرم رصد 239 حالة تمييزا عرقيا لعام 2015 كانت غالبيتها ضد المسلمين والسود في سويسرا وفي العام نفسه شهد ارتفاع في عدد الاعتداءات على المسلمين بنسبة 11% وذلك في مجالي العمل